أمام حضراتكم فيما تعلق بمواجهة العنصرية أحد المؤسرين على السوشيال ميديا إسماعيل ياشا كتب ليقول عن خطبة الجمعة أشار إلى أن خطبة الجمعة الأخيرة في تركيا كانت عن خطر العنصرية وموقف الإسلام منها ويعلق ليقول خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن معظم العنصريين لا علاقة لهم بالمسجد أو الخطبة بل بعضهم يعادون الإسلام تحت قناع العنصرية وبالتالي القطوة الضرورية هي تطبيق عقوبات رادعة على جرائم العنصرية مع استمرار حملات التوعية إذن هناك حالة من حالات الانتفاضة الكبيرة والقوية من قبل رواد السوشيال ميديا من أجل بالفعل مواجهة بعض من هذه المواقف العنصرية التي تعصف بها الدولة التركية والتي تدلل على أن هناك خطر قادم بحق الأتراك لكن لا بد على الجميع أن يصطفوا وأن يكونوا يدا واحدة من أجل مواجهة هذا الخطر وهو ما يحدث الآن من قبل خطباء المساجد في تركيا خطباء المساجد في تركيا الآن يتصدون لهذا القطر الكبير والعظيم ممن يوصفون بأنهم معادين للإسلام معادين للدولة التركية التي تعتبر واحدة من كبريات الدول في العالم الإسلامي لذلك مسمى بشكل كبير للغاية هذا الموقف من قبل هيئة شؤون الدينية التركية تحت قيادة السيد علي أرباش الذي يتلقى سهام الانتقاد من قبل هذا المعسكر المعادل للإسلاميين والمحافظين في تركيا كما أنه أيضا يحاول توعية المجتمع في تركيا ترجمة نانسي قنقر